مشاهدينا خليلنا الآن نتحدث عن محور حلقتنا لهذا اليوم اللي رح نتحدث به عن التعداد السكاني كونه ضرورة لخطط التنمية أكيد خصوصاً إنه وزارة التخطيط تعمل على إجراء التعداد السكاني لعام 2024 بهدف خدمة التنمية من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة وكاملة أكيد رح نشوف التقرير اللي عدنا الزميل أركان الجابري وبعدها النظيف مختص داخل الستوديو رح نتحدث معه عن كل تفاصيل التعداد السكاني تتأثر الحركة السكانية ومعدلات النمو السكاني بعوامل عدة وهي نسبة المواليد ونسبة الوفيات ومعدلات الهجرة وهذا يصف العامل الديموغرافي الذي يتضمن مجموعة من العناصر المتعلقة بالهيكل السكاني من حين الزيادة أو النقصان ولذلك كان للتعداد السكاني ضرورة للتنمية حقيقة الجهود الكبيرة التي تبدل الآن والاستعدادات والاستحضارات الكبيرة جدا التي تقوم بها وزارة التخطيط واهتمام الحكومة واعتبار التعداد من أولوياتها لهذه السنة كفيلة بضمان نجاح هذا المشروع أغلب حقيقة ربما أقول مجمل الفعاليات الموجودة في البلد هي الآن مؤيدة للتعداد والكل يطالب وزارة التخطيط بإجراءة تعداد العمل السكان التعداد هو ليس مشروع وزارة التخطيط إنما مشروع العراق وبالتالي هي دعوة أيضا إلى كل المشككين إلى كل الخائفين المتخوفين من هذه العملية إنه التعداد هو هدفه تنموي لا ترتبط به أي قضايا سياسية وغير سياسية إنما نريد من خلال هذا التعداد أن نضيع على المشهد العراقي وبالتالي معالجة مشكلاتنا البنيوية في التنمية والاقتصاد ربما التحدي الأكبر لنواجهه اليوم هو ضيق الوقت لأنه المتطلبات كثيرة والوقت قليل ولذلك حقيقة حتى نواجه هذه المشكلة صار العمل بساعات طويلة يعني صباحا ومساءا وكذلك حتى أيام العطل الرسمية هناك عمل متواصل سننطلق في نهاية هذا الشهر بإجراء التعداد التجريبي في مناطق مختارة في كل المحافظات أيضا هذا سيساعدنا على اختبار الإمكانات وما تم توفيره من متطلبات خلال فترة التعداد التجريبي اللي تستمر حوالي عشرة أيام وبعد تحقيقة سيتم معالجة كل المشكلات اللي ممكن أن تظهر أو تحديات ممكن أن تظهر من خلال العمل الميداني آخر تعداد للسكان حدث عام 1997 وكان يشبه إشكالات ومعوقات كثيرة إضافة إلى عدم الاعتراف به من قبل الأمم المتحدة بداية نحن عملنا على تدريب الكوادر من داخل الوزارة من داخل هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لمجموعة من المتدربين ومن ثم أعداد الخطة الثانية وهي التدريب في المحافظات في كل محافظات طبعا العراق من الشمال إلى الجنوب في الآن التدريب يجري على 18 محافظة إن شاء الله خلال نهاية هذا الشهر في إن شاء الله 31-5 سيتم تنفيذ التعداد التجريبي في جميع محافظات العراق والذي سيعطي بعض المؤشرات العراق مقبل على تعداد سكاني وتعتبر هذه العملية جديدة في نوعها وطرق إجرائها والذي سيحدد مستقبل العراق وأهدافه التنموية أركان جابري قناة العراقية بغداد نعم مشاهدين الكرام شكرا لك زمينا أركان اللي عديت هذا التقرير الآن نضمن بالستوديو السيد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط السيد عبد الزهرة الهنداوي صباح الخير عليك صباحك أستاذ عبد الزهرة صباح الخير أثير صباح الخير رسل صباح الخير يا عراق صباح الخير لكل المشاهدين حيث ما يكونون وهم يتابعون صباح الخير يا عراق أكيد وخليني أيضا قبل أن نبدأ بالحديث أوجه تحية وصباح طيب لكل كوادرنا اللي ظهروا أو طلعوا في هذه اللحظات إلى الميدان لإجراء تجربة قبلية في مناطق محددة في كل محافظاتنا اليوم كوادرنا في بغداد في منطقة المنصور وبقية المحافظات أيضا في مناطق حتى يختبرون ما تعلمون خلال الدورات التدريبية التي انطلقت في بداية هذا الشهر استعدادا لإجراء التعداد التدريبية تحياتنا لهم وأكيد نتمنى لهم كل التوفير نعم أحسنت سيد نداو بالبداية نتكلم عن اليوم العالمي للسكان أهميته علاقته بالتعداد السكاني هل هناك أيضا تعاون وشراكة مع الأمم المتحدة في هذا الاتجاه تفضل طبعا بالتأكيد أثير اليوم العالمي للسكان هو يمثل مناسبة أو فرصة لتصديق الضوء على قضايا السكان في مجمل مفاصل الحياة وبالتالي بالتأكيد ثمت علاقة قوية بين موضوع اليوم العالمي للسكان وبين التعداد العالمي للسكان على أعتبار التعداد يمثل أحد المرتكزات أو أحد المخرجات المهمة لليوم العالمي للسكان وفي كل سنة الأمم المتحدة تحدد موضوعا أو قضية من قضايا السكان لاستذكارها والاحتفاء بها في اليوم العالمي للسكان فيما يتعلق بالتعاون بالتأكيد أيضا لدينا تعاون وثيق صلة بصندوق الممتحدة للسكان يمثل أحد المنظمات الممتحدة التي تعنى بقضايا السكان الصندوق حقكهم شركاء معنا في كل تفاصيل من خلال الاستفادة أو ما يقدم لنا من استشارات وخبرات فنية وعلمية في إطار سعينا الدائم والدقوب لأننا أتمد المعايير العالمية في تنفيذ التعداد العام للسكان الصندوق حقك قدموا لنا الكثير من الدعم في مختلف مفاصل العمل الخاصة والاستعدادات تنفيذ التعداد العام للسكان وهم معنا خطوة بخطوة من خلال فريقهم أو مكتبهم المتواجد دائما في بغداد وأيضا هناك المستشار الوطني أو كبير مستشاري صندوق المتحدة للسكان الدكتور مهد العلاق ليتواجد معنا وهو شخصية معروفة في مجال الإحصاء يتواجد معنا دائما في مقر هيئة الإحصاء حتى يكون قريب تماما من كل الفعاليات والإجراءات التي نقوم بتنفيذها ونحن نستعد لتنفيذ التعداد العام للسكان طيب أستاذ عبدالزارة تحدثت عن التجربة الإحصاء أو التعداد التجريبي اليوم انطلق بالمنصور قبله كان أكبر قبل أيام ممكن كان بالصالحية أيضا نعم شنو النتائج اللي كانت على هذه التجربة أو أساسا هو شنو الهدف إنه نحن نسوي التجربة وبعدها نسوي تجربة ثانية لو شنو اللي صار بالضبط شكرا سؤال مهم هو حقيقة اللي يجري اليوم هو مو التعداد التجريبي إنما مقدمات للتعداد التجريبي التعداد التجريبي سينطلق يوم واحد وثلاثين خمسة يعني نهاية الأسبوع المقبل ليس هذه الجمعة الجمعة اللي بعدها تمام وسينطلق في كل المحافظات باختيار مناطق محددة في كل محافظة ما يجري الآن وجرى قبل أيام أيضا في تطبيق تجربة صالحية تقريبا هذه نسميها تجارب قبلية حقيقة بعد نهاية كل دورة من الدورات اللي اتلقاها الباحثون والعدادون نطلحهم للميدان حتى تطبيق لما تعلموا لما تلقوا خلال الدورات حتى إذا أكو أي مشكلة ربما عدم فهم لجانب معين تعامل مع التقنيات في إشكالية حتى نعالجها إذا ظهرت أي إشكالية الآن في هذه التجارب الصغيرة نختار محلة في منطقة معينة ونطلع العدادين يروحون ينفذون التجربة هذا الغرض من حقيقة حتى نعالج المشكلات اللي ممكن تظهر حتى ما تتكرر وما تعرقل عملنا فيما بعد أما التعداد التجريبي فهو حقيقة أوسع هو أوسع يشمل كل المحافظات ولكن باختيار مناطق محددة وسنعلن إن شاء الله خلال الأيام القريبة المقبلة عن أسماء المناطق المشمولة في كل المحافظات ويتضمن تنفيذ كل فعاليات التعداد اللي يتضمن الحزم والحصر والترقيم معد السكان إذن هي صورة طبق الأصل بالضبط صورة طبق الأصل ولكن بنسبة 10% من بالضبط من مشكلة التعداد العام للسكان يعني إن شمل 10% في كل محافظة أيضا الهدف منه هو حقيقة من التعداد التجريبي هو أن نختبر قدراتنا لا سيما ونحن نخوض تجربة لأول مرة في الإراق وهي تجربة التعداد الإلكتروني تعلمون أنه التعامل مع التقنيات الحديثة والبرامجيات والتطبيقات يحتاج إلى إمكانات عالية وإلى تدريب عالي بالنتيجة هذا التعداد التجريبي راح يكون مناسبة وخطوة مهمة متقدمة حتى نختبر هذه القدرات سواء كان ما يتعلق بالأجهزة اللوحية اللي صنعت لي بمواصفات خاصة أو فيما يتعلق بالتطبيقات أو فيما يتعلق بمركز البيانات أو مركز الاتصالات كلها راح حقيقة راح تمثل مرحلة اختبار مهمة وحالة اختبار مهمة لكل هذه الفعاليات حتى من نروح للتعداد الآن للسكان اللي راح تكونون على أجهزة عالية أجهزة عالية وما مسموح لظهور أي مشكلة أو أي خلل أو أي عاقبة أو مطابي ممكن أن يعرقل لا إن شاء الله يعني يتم الموضوع على خير ويكون مجال بعد طيب الآن الربما يشاهدنا يريد يعرف أستاذ عبد الزهرة آخر تعداد سكان كان متى هل هناك فارغ زمني محدد بين تعداد وآخر أم هناك متطلبات يفرضها الواقع هي لتحدد المدة الزمنية للتعداد السكان جميل أسئلتكم واحد أهم من الله يعني وأنتم تغوصونا عميقا في أحنا ليهمنا المشاهد أنه حتى يستوعب يكونوا الموضوع أكيد والله مهم جدا بصراحة يمكن أقول وأنا بقولي زعيم أن العراق يعد من دول الرائدة في التعدادات السكانية العراق شهد لغاية عام 1997 ثماني تعدادات نعم ونحن الآن مقبلون على التعداد التاسع كان أول تعداد شهده العراق في عام 1927 وفي ذلك الحين ما كان بعض الدول لم تكن موجودة على الخريطة يعني فبالنتيجة العراقي أعتبر من رواد متقدمين متقدم جدا نفذنا ثمانة تعدادات كان آخرها 1997 ثلاث تعدادات الأخيرة اللي هي 77 و87 و97 نفذتها وزارة التخطيط من خلال الإحصاء التعدادات اللي سبقت يعني من 57 نزولا أو من 65 نزولا كانت تنفذها وزارة الداخلية وكان أهداف حقيقة أهداف قيدية ترتبط بقيود الأشخاص أما تعدادات اللي نفذتها وزارة تغتل 77 إلى 97 فكانت تعدادات تنموية يعني ما كانت قيدية كما هو الحال في التعدادات السابقة جيد وبالتالي هذه التجربة حقيقة الرائدة والخبرة العميقة وأكيد سيكون لها تأثير وأثر كبير في تنفيذ التعداد المقبل التعداد التاسع اللي راح يكون في هذه السنة بالنسبة للفترات الزمنية لأننا نحن فترة عالميا عالميا هو عشر سنوات بين تعداد وآخر لماذا عشر سنوات؟ لأن هذا تعتبر مرحلة جيلية يعني من يعني ممكن أن يظهر جيل خلال هذه الفترة وممكن أن تتلمس بوضوح المتغيرات أو التغيرات الديمغرافية اللي تظهر في الحياة بشكل عام فالعالميا حطوا عشر سنوات هذا راح يشكل لكم الآن معوقات أو مشاكل لأن فترة الآن اختلفت من سبعة وتسعين نعم رحنا أربع وعشرين اختلفت هذا اللي رأينا نتكلم عليه هذا الواقع اللي ينفرض علينا طبعا هذا راح يأثر طبعا أكيد يعني هذا راح يزيد من الصعوبات حقا يزيد من التحديات يعني أنت أدمى يعني بالأشر سنوات المتغيرات اللي تحدث قد تكون بنسبة أربعين بالمئة خلال أشر سنوات أما احنا المتغيرات اللي حدثت الآن ونحن نتحدث عن يعني تقريبا أكثر من سبعة وثلاثين سنة لأنه ليش أقول سبعة وثلاثين سنة تعداد سبعة وتسعين ما كان شامل ما كان شامل لقليم كردستان وبالتالي كان منقوس سبعة وثمانين نرجع للسبعة وثمانين فالفترة طويلة يعني هذه المتغيرات مو مئة ومئة صارت خمسمية بالمئة ممكن المتغيرات في أولها هو عدد السكان نحن في السبعة وتسعين مثلا كان عدد السكان الإراق ثلاثة وعشرين مليون نحن الآن نتحدث عن ثلاثة واربعين مليون ثلاثة واربعين فاصلة يعني تضاعف العدد بالضبط مئة بالمئة تقريبا أو أقل بقليل فضلا على المتغيرات الأخرى في السكن في الصحة في التعليم في كل تفاصيل الحياة فهذه الفترة الطويلة حقيقة والمتغيرات اللي شهدتها الفترة الطويلة بالتأكيد راح تمثل صعوبة في الوصول وفي التغطية ولكن حتى نتغلب هذه الصعوبات حقيقة أولا بضينا إلى أن يكون التعداد الإلكترونيا اثنين وحدة من أهم الفقرات الخاصة بتنفيذ التعداد أنه استخدمنا الآن نظم المعلومات الجغرافية والصور الفضائية في تحديد حدود الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والقرية وحتى القصب اللي هي أصغر من القرية وربطنا كل هذه التفاصيل بسيستم إلكتروني عبر تطبيق الخاص بالتنفيذ التعداد في الجهاز اللوحي في التابلت بالنتيجة حركة العداد أو الباحث راح تكون وفقا لنظم المعلومات الجغرافية بمعنى أنه العداد قد ما يتوجه إلى الأسرة اللي يريد يجري التعداد فيها سيتحرك وفقا لنظم المعلومات الجغرافية والبرنامج أو التطبيق ينفتح بعد ما يصير قريب جدا من المسكن يعني بعد خمس إلى ستة أمتار ينفتح البرنامج يدخل إلى الأسرة يعبد البيانات يتم رفع إلى المركز بشكل مباشر ثم ينغلق البرنامج ينفتح مرة أخرى بعد ما يذهب إلى البيت الآخر وهكذا وهذه التقنية وهذه التطبيقات حقيقة تغطي كل أجزاء الواقع العراقي يعني بمعنى أنه التسكن العشوائي سيكون مغطى بهذه الآليات المخيمات النازحين ستكون مغطاة في هذه أيضا نتحدث عن البدو والرحل في الصحراء أيضا سيكونون ضمن القرى والأرياف ستكون مشمولة سكان الأهوار سكان عالي جبال مثلا في القرى بأقليم كردستان بالنتيجة كلها ستكون مغطاة بهذه الصور الفضائية وهي مرتبطة بشكل مباشر بالتطبيقات البرامجية الخاصة بالتعداد وأنا قلت في بداية الحديث قلت أنه هناك تنسيق عالي المستوى مع صندوق الممتحدة للسكان وحقيقة طلعنا على تجارب عالمية سواء كان لدول في المنطقة نفذت تعدادات قبل سنتين أو ثلاث سنوات إلكترونية واستفادها من تجربة مصر وتجربة الأردن تجربة سلطنة عمان وتجارب أخرى وأيضا تعاقتنا مع شركات عالمية متخصصة وعلى مستوى عالم الكفاءات والخبرات في مجال تنفيذ التعدادات بالنتيجة حقيقة نأمل أنه يكون التعداد الذي سيشهده لإراق هذه السنة تعدادا مثاليا من كل الجوانب أولا من حيث التقنيات من حيث الدقة والموثوقية وأمنية البيانات ومن حيث سرعة استخراج البيانات نحن في التعداد 97 وأعتذر عن الإطالة التعداد 97 البيانات لم تظهر إلا بعد مرور أربع سنوات لأنه كان تعداد ورقي وهذا الإطخال للبيانات الورقية والبطئة والكذا فمن تداخل البيانات لهذه المدة تفقد قيمتها التنموية تعداد الجديد المقبل إن شاء الله البيانات الأولية ستظهر خلال في غضون 24 ساعة والبيانات التفصيلية ستظهر في غضون 3 أشهر قارن بين 3 أشهر و4 سنوات فالفارق كبير جدا كانت عندنا كثير من المشاكل ممكن إحنا نتحدث عن 10 أو 11 سنة نحن نحاول نسوي تعداد كل سنة كانت هي محاولات وخطط لإقامة هذا التعداد لكن هناك مشاكل منها سياسية وأيضا منها اقتصادية ومنها هل تم التغلب على هذه الإشكاليات خلصا فيما يخص موضوع أقليم كردستان من جهة إضافة إلى أهمية تعامل المواطن أيضا ومدى دقة المعلومات التي يقدمها لفريق الإحصان بابتداء نقول فيما يتعلق بالتعاون مع أقليم كردستان حقيقة يمكن في أفضل حالات الآن هناك الهيئة العليا للتعداد الذي يرأس سيدنا ورئيس وزراء وزير التخطيط دكتور محمد تميم يعني تضم في أضويتها ممثلين اثنيا من أقليم كردستان جميل جدا بالتالي اليوم تقريباً تغلبنا تغلبنا حقيقة وأقول أن الأخوة في أقليم كردستان متحمسين جداً لإجراء التعداد العام للسكان ويوم الثلاثاء الماضي كان هناك اجتماع لهيئة التعداد في الأقليم برئاسة وزيرة تخطيط الأقليم وكان توجهها وموقفها واضح جداً باتجاه تنفيذ التعداد العام للسكان فيما يتعلق بالقضايا السياسية التي كانت تعرقل تنفيذ التعداد حقيقة تغلبنا على أغلب هذه العقبات يمكن كانت قضية المناطق المتنازع عليها إشكالية عرقلت تنفيذ التعداد في 2010 وأيضاً كان هناك سؤال عن القومية أيضاً أثار إشكالات وكان له آثار سلبية عالجناها سؤال القومية تم رفعاً من استمارة التعداد لن يكون هناك سؤالاً عن القومية لأنه حقيقة السؤال أيضاً غير منتج تنموياً بالنتيجة هو مثير للجدل أكثر ما هو داعم لتنفيذ التعداد تم الاتفاق من قبل كل الأفريقاء في المشهد العراقي أنه يرفع هذا السؤال من الاستمارة وحذف تماماً جميل جداً فيما تعلق بالمناطق المتنازع عليها ومثل على سبيل المثال كاركوك كان البعض حقيقة يربط بين الإحصاء السكان الوارد في المادة 140 والتأذان العام للسكان الذي تنفذه وزارة تغطيط رحنا للمحكمة الاتحادية صدرت قرار المحكمة الاتحادية فصلت فيه بين الإحصاء الإحصاء المادة 140 والتأذان العام للسكان المحكمة قالت بالحرف أنه لا توجد سلة ولا علاقة ولا تأثير بين الإحصاء السكاني في المادة 140 وبين التعداد السكان الأول هو خاص بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليه والثاني هو هدفه تنموي ومن نتيجة لا توجد علاقة ولا تأثير أحدهم على الآخر وحتى أيضا نمضي في معالجة مشكلة بشكل نهائي وما تثير إشكالات في المناطق ذات المكونات المتعددة سيكون هناك فريق يعني إذا كان منطقة في كاركوك مثلا منطقة فيها عرب وكرد وتركمان سيذهب فريق مؤلف من هذه المكونات الثلاث لإجراء التأداد في تلك المناطق حتى يكون هناك حالة تطمئنان لكل الناس أهمية التأداد السكاني ما يخفى على الكثيرين لا حصر له يعني أنا مو بصدد أنه أتكلم عن الأهمية بقدر ما أخذ جزئية منها الأهمية الاقتصادية بالنسبة للمحافظات هناك محافظات يعني عدت عاني حقيقة اقتصادية ما أهمية التأداد بالنسبة لهذه المحافظات تفضل ومختصار شديد حتى نسبة أكيد يعني أولا أقول أنه التأداد راح يبنينا قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن الوضع في الإراق وبنتيجة هذه القاعدة البيانات راح تقدمنا في وضع الخطط التنموية بعيدة المدى حتى نعالج الواقع بكل مشاكله وإشكالاته الجاذب اللي يتعلق بالمحافظات حقيقة التأداد سيعالج جدلية كبيرة نوعاني منها منذ سنوات وهي أشكالية عدد سكان كل محافظة تعلمون أنه توزيع الثروات بين المحافظات يكون وفقا لحجم السكان لكل محافظة وكثير حقيقة من المحافظات تشكل على وزارة التخطيط وعلى الحكومة الاتحادية أن حصتنا هي أقل من استحقالنا لأن عدد سكاننا أكثر مما أنتم مقدري بعض المحافظات مثلا يقول لك أنتم مقدرنا مليون ونص وأن عدد سكاني أربع ملايين أو مليونين ونص فبنتيجان أدى مليون ضايع التعداد السكاني سيعالج وسيحسم هذه الجدلية لأنه راح ينطينا الحجوم والأعداد الدقيقة والحقيقة لكل محافظة وعلى أساسه راح يأخذون حقوقهم لذلك هي حقيقة رسالة لحكوماتنا المحلية وهم يتسلمون خلال هاي الأيام خلال يوم الماضي واليوم المقبل يتسلمون رسالة سيدنا أوريس جراء وزارة التخطيط اللي يدعون فيها لاستعداد للتعداد رسالتنا للحكومات المحلية أن هذا التعداد هو لخدمة المحافظات يعني فتعاونكم وتوفير متطلباته هو نجاح التعداد نجاح لكم وضمان لحقوقكم أكيد أحنا هذا اللي نطمح له خصا لما نتحدث عن خطط مستقبلية عن خطة مستدامة تتحدث عن 2020-2023 وأيضا هناك ستراتيجية لخفض الفقر في جميع محافظات العراق بالتالي أعتقد مثل ما تعتقد حضرتك أنه اليوم التعاون مطلوبا للجميع سواء كانت جهات حكومية أو حتى المواطن شكرا جزيلا إليك أستاذ عبدالزاهر على كل هذه المعلومات طبعا أنه أول كثيرا على دور الإعلام أن يكون رفيقنا في الميدان واجبنا هذا أنه نرطي كل هذه الفعاليات إن شاء الله والشبكة الإعلام والعراقية بكل تفصيلات حاضرين إن شاء الله سترون ستغطي الشبكة شكرا جزيلا نتمنى أن يكون كل التوفيق وإن شاء الله لقاء ثاني بعد التعداد يا رب ونكون نبارك لكم بنجاح التعداد شكرا جزيلا لك مرة ثانية